اشتركوا في القناة اكثر الشعوب بؤسا في العالم ابدأها من الشعوب السعيدة للشعوب البائسة في هذه القائمة 157 دولة العراق ظهر بها بالمرتبة 50 بين الشعوب الاكثر بؤسا في العالم اكثر 50 دولة يعني بالمرتبة 50 من بين الدول الاكثر بؤسا في العالم طبعا هذا المؤشر هذا لعام 2022 هذا يضع استاذ الابتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوكينز الامريكية ستيف هانكي هذا معروف هذا في دراساته ومؤشراته اللي صدرها المؤشر طبعا يقيس حالة الشعوب وفقا لمؤشرات اقتصادية بطالة تضخم معدل الاقتراض التغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هكذا يقيس يعني قياس اقتصادي بحت هو الرجل متخصص يعني بالاقتصاد التطبيقي فيقيس على هذه الناحية ويضع هذه المؤشرات بنسب معينة الان يصل المجلة الامريكية التي نشرت هذا المؤشر مؤشر هانكي قالت ان العراق حصل على 43.3 بالعشرة النقطة ليكون بين الدول الخمسين الاكثر بؤسا في العالم قبل في عام ببداية عام 2019 يعني في الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2019 صدر مؤشر ايضا عن البوس نفس القضية لكن ربما مؤشرات تختلف بها مؤشرات اقتصادية نفس الشيء لكن ربما فيها مؤشرات اخرى باتجاه يعني المجتمع باتجاه السياسة باتجاهات اخرى خدمات فظهر ان العراق ثاني اكثر دولة بؤسا في العالم في عام يعني هو كان المؤشر اللي عام 2018 وصدر في بداية يعني في الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2017 فهذا تتساءل يعني عموما يعني رغب اختلاف المؤشرات المؤشرات التي يعتمد به هنا وهناك لكن يبقى العام المشترك هو البؤس المؤشرات اثنين هم تبحث عن قضية البؤس في هذا الشعب فبالتالي انت تتحدث عن البؤس في هذا الشعب وتسأل نفسك يعني كيف يمكن لمؤشر البؤس في عام 2017 كان ثاني اكثر بلد بؤسا في العالم الآن من بين الخمسين دولة الاكثر بؤسا في العالم شعوب في العالم الحقيقة انا اعتقد هذا اعتقاد شخصي وله دلالاته في الواقع دلالاته كثيرة في الواقع وانتم تعرفونها انه هناك مجاملة للنظام الحالي للسلطة الحالية في العراق مجاملة واضحة جدا اقليميا دوليا عند الهم المتحدة عربيا في كل مكان لشكل النظام اللي يقوده محمد الشعاع السوداني كأنه يعني هذه فرصة لا يريدون ان يخسرونها مثلما خسروا كل الفرص الآن يعتقدون الكل وصلوا الى قناعة انه هذه الفرصة الاخيرة ربما بعدها يعني الشعب العراقي سيسحقهم جميعا فلذلك يحاولون ان يجملوا صورة هذا ومع ذلك مع كل هذا التجميل العراق في المرتبة خمسين من بين الدول الاكثر مؤسا في العالم يعني قيس هذا هيعتمد العامل كما تقول مجلة ناشنال ريفيو الامريكية التي نشرت هذا المؤشر والتقرير الخاص بمؤشر هانكي تقول انه العامل البطالة هو العامل الاساس كان في هذا البؤس كما نعرف يعني يتحدث يعني رئيس نقابة العمال في العراق يقول انه هناك 15 مليون عاطل عن العمل سنوية مثل ما تعرفون يدخل إلى سوق العمل في العراق نحو 800 ألف مواطن عراقي جديد فرص العمل أمام هؤلاء الـ 800 تتجاوز العشر تلاف واحد يدخلون أو عشرين ألف في أقصى الحالات انوافقت عليه الميليشيات انوافقت عليه جيات معينة ارتبط بحزاب معينة معرف منه جاملته والباقيين يقفون في طوابير البطالة فانت عندما تحسب هذه الأعداد بكل هذه السنوات ستجد عددا مهولا يعني تحدث رئيس نقابة العمال في العراق عن 15 مليون العدد ربما أكثر من هذا وأن كان هو العدد فالعدد كبير جدا عدد نفوس العراق 40 مليون 15 مليون من عنده عاطلين عن العمل هؤلاء قوة بشرية هائلة لا وجود لفرصة عمل حتى الذين يعملون أو 6 ملايين موظف بالقطاع العام بالدولة وظفتهم الأحزاب وظفتهم الحكومة لكي تضغط عليهم لكي تسيطر عليهم لكي يكونوا أصوات لها هؤلاء عاطلين يعني أيضا عاطلين عن العمل يعني بطالة مقنعة الحقيقة لأنه كل المواشرات تشير إلى أنه هؤلاء لا يعملون أكثر من 8 دقائق باليوم ويكلفون الخزينة أكثر من 70% نحن لسنا ضد توظيف العراقيين من حق العراق أن يتوظف وأن يأخذ راتب محترم وأن يعيش وعيش عائلته برفاهية ومستوى معين من الاحترام وما يمدي إلى أحد وما يحتاج إلى أحد هذا أقل واجبات أقل حقوق عفو لكن وين يعمل وش ينتج وش يحتاج البلد ما هو اللي يشتغل لازم يوفر شيء للبلد مثل ما له حقوق له واجبات فإحنا لو عندنا صناعة لو عندنا تجارة لو عندنا زراعة والناس تشتغل في كل هذه موظف 6 ملايين ونوظفوا الشعب العراقي كل ونطو كل الرواتب لأن ينتج لك والسلاح هذه تغطي السوق وتلبي الحاجة المحلية ويزيد من عدها وتصدر وتجيك موارد هكذا أما أنه يعني تطي فلوس تطي أموال كبيرة تصدر النفط تستخرج النفط الشركات هذه وتاخذ حصتها تطي حصتك من الفلوس بعد تسرقك وأنت تسرق الشعب 70% منها تروح رواتب والباقي تسرق تولا التنمية والبلد من سيء إلى أسوأ من خراب إلى خراب هذه كالثة كبيرة فبالتالي مؤشر البط مؤشر البط يعني مؤشر مؤشر البؤس يزداد في الشعب العراقي لأنه البؤس من أين يأتي يأتي من عدم القدرة من قلة القدرة على توفير أبسط الحاجات لعوائلك لنفسك لعائلتك لأهلك لناسك هذا يجيب لك البؤس يجيب لك القهر ويجيب لك الضيم ويجيب لك الأفكار السيئة والأفكار السوداء هذا واقع الحال وبالتالي أكثر الشعوب حزنا وبؤسا وأذن والشعب العراقي وانظروا يعني ربما البعض يذهب في دراساته إلى الأغاني العراقية وإلى الأشعار العراقية سيجدها مملوئة بالحزن وملوئة بالبؤس مؤشر السعادة لعام 2022 نفس نفس الفترة العام الماضي أظهر أن العراق في المرتبة 107 بين 146 دولة يعني أيضا من الدول الفاقدة للسعادة ما أعطى سعادة وبالتالي البؤسه وأن تفقد السعادة يعني أنت تتقرب من البؤس وهكذا مؤشر البؤس في العراق يزداد يرتفع يعني نسبة بالشعب العراقي ولاحظوا كم من الأهوال يلاقي هذا المجتمع من الطلاقات الغياب عن المدرسة التسرق من الدراسة الترك الدراسة عدم احترام العلم أطفال الشوارع ضياع الخدمات ضياع الحقوق ضياع الأمل في الحاضر والمستقبل ضياع حتى الأحلام هذه كلها تبعث على البؤس وتبعث على الشقاء وتبعث على القهر والله يساعد الشعب العراقي على ما وضع فيه بعد الاحتلال عام 2003 وما يعاني من كارثة كبيرة ونسأل الله يعني أن يستطيع الشعب أن يعاون نفسه ويقف على قدمي ويتخلص من كل هذه الكارثة وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير ولتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة